ككل شيء في العراق معتل إن لم يكن منهاراً بالكامل هو القضاء أعلى سلطات الدولة وأهم أركان الحكم في البلدان الحديثة لا يملك من اسمه في العراق سوى اللفظ فسنوات طويلة من أعمار المعتقلين تقضى تحت حكمه فضلاً عن أنفس تزهق في محاكمات قالت عنها المنظمات الدولية إنها فاقدة للشفافية منظمة هيومن رايس ووتش تؤكد مجدداً أن محاكمات المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة في العراق تفتقد لأبسط الشروط الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة مستحضرة شهادات عن محاكمات عاينتها تنتهي في غضون خمس دقائق من لجان تتألف من قاض واحد يقابل المشتبه به وعادة ما يعتمد في الحكم على اعترافات تنتزع بالإكراه دون تمثيل قانوني حقيقي كما لم تبذل السلطات أي جهد للحث على مشاركة الضحايا في المحاكمات حتى كشهود وبلا شهود أيضاً يساق المئات من المعتقلين إما إلى المشانق أو إلى أحكام سجن مؤبدة كان آخرهم 280 شخصاً سلمتهم ميليشيا سوريا الديمقراطية إلى بغداد جميعهم متهمون بالانتماء لتنظيم الدولة مع إغفال حقيقة مفادها أن آلاف العراقيين فروا إلى سوريا هرباً من الحرب خصوصاً من مناطق غرب العراق المنظمة قالت إن المعتقلين في العراق يخضعون لمحاكمات غير عادلة تنتهي أغلبها بالإعدام وهو ما أثار قلق المنظمة بشأن مصير هؤلاء المتهمين فضلاً عن ظروف اعتقالهم ومخاوف تعرضهم للتعذيب أو التصفية عن ظروف المعتقلين في السجون قالت مفوضية حقوق الإنسان إن السجون العراق مكتظة بالمعتقلين كما اتهمت وزارة العدل بانتهاك حقوقهم بحرمانهم من زيارة ذويهم وهو حق كفله القانون شماعة الإرهاب وذريعة القضاء على تنظيم الدولة لا يبدو أن لها أجلاً سينتهي في العراق فهي تستخدم متى اقتضت الضرورة ومتى تطلب الأمر فعلاً لا يخضع لرقيب ولا محاسب ولا حتى داع للمراجعة